ازيكم في دقيقتين احاول اختصر ازمة تصحيح الطالع مع البيت اللي عندها اي دي اتش دي الله هياخد عمرها هي نايمة دلوقت جعلها ما تقوم ان شاء الله كل يوم اقوم من نوم على قاتل تتصل بي اوه شوف لتطالع شوف لتصحيح الطالع شوف لتطالع لقت ورقة من امها الله اخدها ويخدمها لقت ورقة مكتوب فيها وقت الخروج من المستشفى 49 دقيقة ساعة الولادة خمسة ونص طيب احنا مش عارفين هي طالع الحمل ولا طالع الجوزة البنت دي او بس تيجي سرتها يجي نصدقها من كتر كره ليها ومن كتر كره لعشتها السودة بس تيجي سرتها راسي يصدق سرتها اسمها اسمها هيجي يجي نصدق واتعب واطفش وامل كل شوي صححح للطالع صححح للطالع انا مش طالع للحمل انا مش طالع للحمل انا مش طالع للحمل الستي خلي بالك بقى هي عصبية جدا طالع الجوزاء مو دايما عصبي يعني طالع الجوزاء مو عصبي كواكب الحمل هي اللي بتخلي الانسان يعصب وها اللي بتخلي الانسان يزعق طول الوقت ويصرخ وهي نورية تحسها كده نورية ما عمرها تكلمت عن الكتب ولا نقشة الاخبار ولا بتتكلم في الاخبار ولا حاجة انسان متخلفة ما غير تتكلم في فلان بيحبها وفلان مش عارف ايه وشوف فلان بيحبني ولا لا او بس ادى اخرها في الحياة ما عمرها عندها موضوع تاني غير كده فلان يحبني فلان ما يحبنيش ايه ما شعر وتجاهي مش ايه ما شعر وتجاهي الله ياخذك وياخذ فلان طبعا كرهتني كرهتني في عيشتي فيعني من الفين وعشرين وانعرف المتخلفة دي طيب ما عندهاش يعني ما عندهاش حاجة تدل ان هي مثقفة انسان متخلف عمرها ما قرأت كتاب واحد والعمرها نقشتن في موضوع طيب عندها موقف حازم اتجاه القضية الفلسطينية يعني وده الشجاعة بتاع طلعة الحمل انه الجماعة اللي محتلين فلسطين دول جماعة ولا تكلم فهي طلع الحمل طلع الحمل اللي هو اللي بيجي منه الشجاعة والمواقف بتاع الحرب والكلام اللي زي كده المهم البناد ما دي ما فيها شيء من صفات طلع الجوزاء إلا تقول لي احداث السنوية ما انطبقت عليك طيب خلاص احداث السنوية ما انطبقت عليك ممكن يكون فيه خطأ في ربع ساعة في نص ساعة الله يلعنها كل يوم تطلع لي بفلم كل يوم المجحومة ده تطلع لي بفلم بعدين اكتشفت ان بنت ميتين الكلب دي بتقول لي انا عندي EDHD فرط الحركة وتشتت الانتباه آه فرط الحركة وتشتت الانتباه آه ايوه طيب فرط الحركة وتشتت الانتباه ده ما بيجيش لطلع الجوزاء بيجي للك كواكب اللي في برج الحمل او بيبقى فيك كواكب كترة في الجوزاء لازم عشان يجي لك فرط الحركة وتشتت الانتباه فايا بين ادمة آه بتروح الجيم كتير او حركية بربرية همجية نوارية من الرعاع من الهمج من انسان الكهف من انسان الغابة الاول من ادمة غريزية طلع خلاص طلع من الفرن عارف بكلمها طول الوقت معصبة وطول الوقت كده عايزة الاشياء اللي هي عايزها بسرعة وتسأل كتير وتتكلم كتير وكل يوم عندها حوارات الله يجحمها كل يوم عندها حوارات وكل يوم عندها افلام الله يجحمها جعلها ما تقوم رب اسمع خبرها بكر انا دوقتي عدا اسجل الساعة اربع الفجر انا دوقتي عدا اسجل السينابات دي ساعة اربع الفجر ان شاء الله اسمع ان البيت دي ماتت بكر واختفت من الدنيا واختفت من الحياة واختفت من كل مكان يا رجل اختفت كفرتني وعبدتنا الاصناع اول مرة اشوف واحدة تعبدنا الاصناع كده الله ياخدها الله ياخدها نص التحليل الله ياخدها الله ياخدها مزعجة 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 زنانة قال لعن من طلع الجوزاء من طلع القوس لعن طلعها عليهم هم التانية قال لعن من طلع القوس يعني طلع القوس دول أنا كنت بقى شوفهم إن هم أنجس من خلق الله طلع القوس بسبب الإزعاج والصداع اللي فيه وأنا أكره اللي يسألني كتير واللي يستفسر كتير واللي يبعت كتير واللي كل شوية يتكلم وكل شوية بعتلي اكره اللي كل شوية بعتلي عقدتي في الحياة الشخص اللي كل شوية بعتلي ودي كل شوية تبعت كل شوية تبعت كل شوية تتصل او من النوم يا دوبك افتح عيني فالمهم هالادمية اللي الله هياخذ عمرها ولا يبجيها من 2020 ويا بتشكك في موضوع الطالق ماشي تقول لي انا بعمل تزوير في الاوراق والفواتير زي طالع الجوزاء الله يجحمهم بتزور في الورق ومزورين وينتحلوا الصفات وينتحلوا الشخصية دول بعدين بنتكلم عن موضوع التزوير التزوير بتاع طالع الجوزاء لان طالع الجوزاء ممكن يزور عقد الجواز يعني اللي انا عرفوه ان طالع الجوزاء ده انا شفته طالع الجوزاء يزور شهادة ميلاد يزور يصال التحويل البنكي يزور الاوراق كل الاوراق الحكومية مزور يعني ده انسان واستاذ في التزوير الاوراق المزورة الايصالات المزورة الفواتير المزورة كل حاجة مزورة مفيش حاجة صحيحة في عيش الطالع الجوزاء ورق كله مزور الورق ده مزور كل ورق مزور عشيتهم سوء الله يجحيمهم طلع الجوزة من كتره ما يزوروا في الورق ولا عمرها خدت كرسات ولا دورات ولا حاك بتسمع الفيديوهات سبيدي 2X شغل السرعة 2X سرعة 2X اوكي ايوة بعدين عرفت ان هي بتقول لي انا عمدي EDHD وعمدي ضعف في الزاكرة وقلة التركيز وعندها ميول انتحري يعني عندها كل الامراض بتاع طالع الزفت الحمل ده طيب وعبدة الشهرة والمظاهر ده وبعدين قالت لي في واحدة صاحبتي طالع الاسد شمس الاسد وعندها EDHD يبقى صاحبتها طالعها ناري شمسها في بورج ناري وعندها الشمس في البيت الاول صاحبتها زيها ملوينة صلايب عندها فرط حركة وتشتت انتباه البيت دي لازم اعملها ازالة من عند انا معرفش ان ليه حطت البيت ده عندي في السناب لازم اقوم من نوم دي من حياتي البيت دي منفعش بقاها في حياتي البيت دي وجودها في حياتي خطأ لازم 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 ابلك البيت دي البيت دي لازم لازم اتخلص منها دي دي كفرتني اللي عشيتها يا جاحيم ده الله اجحيمها ايوة اه اه فايه كمان اه لو واحدة قدامي اخدت الضوء هي بتقول كده لو واحدة قدامي اخدت الضوء مني لازم اعمل حركة اثير الجدل عشان يركزوا معاي يعني لازم تعمل صوت تزمر بالسيارة عشان تثير الجدأ مش مزدق ان انا نمت وقمت ولسه بتكلم في سيرة البيت دي انا مش مزدق البيت ده اكبر كبوس عيني شافته ومتمرد وعصبية وجريئة تجرب حاجات جديدة اي حد يقول لها اخده مصيبة تجربها اشرب خمرة تشرب اشرب هباب تشرب اشرب حشيش تشرب تشرب بنجود تجرب كل مصيبة وطبعا موضوع الجنس ده واخد جزء كبير جدا من حياتها الله ياخدها وياخد حياتها ماشي وكدابة طبعا هي كدابة يعني كدابة بتعمل سيناريو كدب كله ان انا سفرته وعندي شغله وعندنا مش عارف لقاء وعيشتها كلها كدب في كدب تكدب على اهله وكدب انسان كدبها وما تكرق كتب ما عمرها كرأت كتب كرأت كتب واحد اسمه جرعات من الحب لواحد اللي كاتب كده كاتب معرص بيتكلم عن الجنس وما الجنس اشي اسمه ده جرعات من الحب جرعات من الحب مش عارف من اسم الكاتب حاجة الشازلي كده اشكال الضلط الواحد ما بيقرأ لهاش مع كامل احترمنا كريم الشازلي مع كامل احترمنا للمؤلفين والكتاب والعلي اللي بيقرأوا كتب فمن هنا كريم الشازلي من هنا عارفنا ان البيت دي طالعها طالع الحمق ومش طالع الجوزاء خالب ما فيهاش حاجة من طالع الجوزاء انا عارف طالع الجوزاء طالع الجوزاء اشمر احتوه يتفلسفوا كتير لعنة الله على اليهود عرفهم كتير ويدعوا العلم ويدعوا المعرفة ويحب يعملوا نفسه النصحين وبيفهموا أحفظوا أبهاته طالع الجوزاء ده أنا لسه بشجهم شج لسه بكفر فيه لسه لسه دول أنا لسه بأعمل عنه أفلاق زي مولد الثمانينات المناكيح الملاح دي آخر سنابة دي آخر سنابة وحدة عشان أما قالت لها أنا لقيت ورقة يعني مكتوب فيها ساعة الخروج من المستشفى المشكلة إحنا مش عارفين مكتوب في الورقة إيه هي ساعة الخروج من المستشفى لساعة الولادة أمها الله يخدمها قالت لها رمت الورقة في الزبال قالت لها أنت عايز الورقة لي قالت لها عشان بشوف الخريطة الفلكية بتاعته واشوف الطالع أمها إنسانة من ألعن خلق الله راحت رمت الورقة في الزبالة طب يا مرة ملعونة عايزين نشوف ساعة الولادة الله ياخذك حيارتنا حيرة فوق الحيرة رمت الورقة في الزبال هي مش شهادة ملأة هي ورقة خروج من المستشفى وورقة زي كده طيب عايزين نعرف ساعة ولادة بنتك الله ياخد بنتك وياخدك انت كمان مع بنتك عايزين نخلص من الموضوع ده بنتك قديلها الف سنة كل يوم تسألني انا مش طالع الحمق يا ست انت طالع الحمق لا انا مش طالع الحمق عندها فرط حركة وتشتت انتباه مريضة معتوها المفروض دي يضربها بالنار او يدفنوها عارف كأنه شيطاء يعني عندها استعداد تتصل كل شوي وتتكلم كل شوي وتفتح مواضيع منتزل الارض وبنقاد ما مزعج البيت دي لازم ما حيشها من عندي انا بروح اتعالج نفسيا بسبب البيت دي خلاص كفرتني يا رجل كفرتني كفرتني والمشكلة ما فيها من الثقافة شيء ما فيها من الواحدة بتقولك انا عندي ضعف في التركيز وعندي فقدان في التركيز طب انت اخدت ايه من طالع الجوزاء الكدب النصب الاحتيال ايهش اللي اخدتين من طالع الجوزاء طيب طالع الجوزاء دول شوية مزورين منتحلين شخصيات وعندهم 30 ألف حساب في كل تويتر و30 ألف حساب عندهم حسابات متعددة في كل مكان وفعالين عليها كلهم في نفس الوقت وعندهم مكتر من شخصي وبيدعوا اشياء غلطة بيركبوا حاجات غلطة معروفين طالع الجوزاء ملوك النصب والاحتيال ملوك التزوير والنصب والاحتيال زي فرانك أبا جنيل كده ده ممكن ان طالع الجوزاء يعني ده ينطبق عليه طالع الجوزاء شغلانة 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 كمر الثامن ولا عمرها التامن